السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة كنبيا نيوز أسعد الله أوقاتكم بكل خير الاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا دخان البركان لابالما سيغطي سماء سواحل هذه المدن المغربية من المرتقب أن يصل دخان البركان لابالما إلى سماء مدينة آقادير ومدن مغربية ساحلية أخرى بدءا من يوم غد الجمعة وأظهرت صور جار التقاطها بواسطة القمر الإصطناعي الأوروبي كوبرينيكوس المعتمد لمراقبة الأرض تخانا كثيفا سيزحف جزء كبير منه نحو دول شمال إفريقيا انطلاقا من جزر الكاناري والتي شهدت إحداها نشاط بركان نائم منذ الأحد الماضي كما أظهرت نفس الصور والتي التقطت يوم أمس الأربعاء أن الدول المذكورة سالفا ستشهد يوم غد الجمعة تسجيل مستويات قياسية من الدخان الكتيف قد تصل إلى الساحل الأطلسي المغربي وأغلب سواحل البحر الأبيض المتوسط في وقت أكدت معطيات والتي رصدها القمر الإصطناعي أن مادة تاني أكسيد الكبريت التي أطلقها البركان ستصل بدرجة أقل إلى حدود النصف الشرقي من إسبانيا وجانوب فرنسا والساحل الغربي لإيطاليا كذلك وجزيرة كورسيكا وأنها ستغطي ساحل البحر الأبيض المتوسط الأفريقي بالكامل فضلا عن العديد من المناطق الداخلية بكل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا